أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الإنسان والحيوان طبعا زي ما نقول كل مرة الإنسان والحيوان علاقة وطيدة علاقة كبيرة علاقة الطب البطري الطب البطري اللي هو اقتصاد الأمم الاقتصاد كبير جدا طبعا يسعدنا أن الفترة دي كان فيه عوص في الطب البطري وهو انتخابات الأطباء البيطريين الحمد لله الانتخابات خلصت والحمد لله خلصت على خير خلصت على تغيير كبير خلصت على يعني موقعها كبيرة واحتفالية كبيرة بيسعدنا النهاردة أن احنا نستضيف الدكتور محمد عفيفي سيف عدو النقابة العامة لأطباء البيطريين المنتخب الجديد وفي نفس الوقت الدكتور محمد مدير المعمل المرجعي بجمسة شرفنا دكتور محمد أهلا بيكتور محمد طبعا الفترة اللي فاتت دي كانت كلها يعني هنقول يعني فرح كبير في نقابة الأطباء البيطريين حدث كبير طبعا تولي ناقيب جديد وهو ناقيب عام الأطباء البيطريين دكتور خالد سليم وهو ان شاء الله هيبقى معنا في النص التاني من الحلقة يعني ان شاء الله هو هنستضيفه في النص التاني مع دكتور محمد بردو طبعا الطب البطري وانتخابات النقابة كانت يعني أول سنة السنة دي نلاقيها لها طعم تاني طعم تاني نتيجة أجبال الأطباء البيطريين يمكن ما يزيدوا عن عشر تلاف طبيب بطري ودي يعني ما حصلتش النوبة اللي فاتت ولا اللي قابليها يعني في حراك في الطب البطري في شغل في مجهود مبزول لدرجة أن يزيد العدد إلى هذا العدد الكبير في الانتخابات طبعا بالنسبة لنا كطب بطري ان شاء الله المستقبل قادم طبعا بيساعدنا النهاردة دكتور محمد معنا ويعني دكتور محمد يعني من ناس اللي هم شاطرين جدا في موضوع القوانين واللوائح فإحنا طبعا أول سؤالنا ليه والسؤال اللي بيهم كل الدكتور البيطريين إيه هو التغيير اللي هيحصل التغيير اللي حصل إحنا عارفينه التغيير اللي هيحصل بعد كده الداخلي اللي هو قاية الدخلية للقوانين الخارجية يعني عاوزين نعرف نبزة بسيطة كده عن الهدف الرئيسي اللي حضرتك الشغل عليه أهلا بك أدكتور محمد وطبعا أهلا بالزملاء ومشاهدين كلهم يمكن السنة دي زي ما حركت قلت سنة فارقة يعني عشرين عشرين ما حبيتش إنها تبقى دايما كلها كده ضلمة سنة عشرين واحد ورقم عشرين وانا كنت رقم عشرين سنة واحد ورقم عشرين وانت واحد وعشرين وكان يامينا فعلا حركت تنضم هنا لكن ضبع إن حرك موجود بإذن الله الحمد لله وجايز أبوها إن شاء الله أقوى معكم يمكن السنة دي على الرغم من الانتخابات كانت في أغسطس تقريبا أسخن شهر في السنة وعلى الرغم من الكورونا وعلى الرغم من تأجيلات كتيرة للمعادة الانتخابات برضو أصابت للناس بالإحباط ولكن كانت المفاجأة الكبيرة هي العدد الضخم جدا ينزل في السابقة تعتبر يعني تاريخيا إن الناس دي كلها تنزل وفي يوم عمل كان فيه حب وقد الناس كانت تنزل يعني هم تقريبا بنتكلم بما لهم حق التصويت ممكن تكون في حدود حجة 40-50 ألف يعني هم تقريبا لنزل ما بين ربع إلى ممكن عشرين في المئة من إجمالي اللي لهم حق الانتخاب فده رقم كبير ولو حركت تذكر إن في السنين اللي فاتت على مدى من بداية أول انتخابات كانت في 2011 كنا دايما الرسالة اللي بنقولها للزملاء الأطلاق البطارين انزل وشارك آيا كان المرشح اللي انت عايز تديه الزخم الانتخابي الموجود والكثرة العددية اللي موجودة يوم الانتخابات أولا بتدي رسائل كتيرة جدا إن دي مهنة مهتمة بها أبنائها مش هاملينها لكن ما يبقى فيه انتخابات يحضرها ألفين طبيب أو أربع تلاف طبيب بالكتير هديدي رسالة إن الناس مهملة المهنة نفسها النهار إقضاء فيه رسالة كبيرة جدا للمجتمع والدولة المتخزة القرار إن هذه المهنة أصحابها مهتمين بها وأصحابها عندهم طموح لتطورها وأمال لتطوير هذه المهنة وتطوير كل ما يخصها بقى سواء من لوائح قوانين زبحارك بتقول سواء من قواعد لتسيير العمل فيها ومزاولة العمل وعادة هيكلة المنظومة بالكامل فيما يخص الطب البطارين ممكن أرجع لسؤال حضرتك إحنا عايزين نعمل إيه في الفترة اللي جاية خاصة فيما يخص التشريعات القواعد الناس صحيحة مستنيين يعني من التغيير اللي حصل ده مستنيين كتير كتير يعني طبعا النقابة اللي فاتت أو المجلس اللي فات إحنا بنشكه بوضو إنه هو اشتغل وعمل وهو كان بداية الحواق ده صحيح ما عملش كل الأطباء مطلوب أو طلبينه أو في بعض الحاجات الفنيش بتاعها مكملش وده بوضو فهم طلبين المزيد والمزيد يعني على حضرتك الأطباء مستنيين يعني المية في المية بالزبط هو يمكن أول خطوة لازم تتم هما خطوتين خطوة داخلية وخطوة خارجية خطوة داخلية الأول إن لازم مجلس المقابة يعمل كاملاً بالتيمورك موضوع الصراعات الداخلية وكلام ده كله بإذن الله نحاول نحن نصفيه الأهم من ده كله خالص بقى فتح قناة اتصال ما بين النقابة وكل جهات التنفيذية والدولة في مصر للأسف كان فيه فترة طويلة جدا كان فيه انقطاع لهذه القناة الاتصال نتيجة برضه سوء نوع من الإدارة أو التواصل أو الكمانيكيشن اللي كان موجود ونتيجة برضه عين بعض الأشخاص على السندوق الانتخابي أكتر يعني كان بعض الناس موجهة توجهها للسندوق الانتخابي وبالتالي ممكن تقول تصريحات أو تقول شعارات معينة تعجب الناخب اللي هيدي صوته لكن في النهاية ما بتؤديش لفتح قرارات الاتصال بينها وبين الدولة تؤدي إلى انقطاع هذه القناة ولو كانت حتى موصول قبل كده بتؤدي إلى أنه متاخذ القرار ممكن يحس لا أنا مش عايز حاجة من قطرة طباب طريين وإذا بيقولوا إيه ابعدوا عننا فلكن الفترة الجاية محتاجين أن احنا نفتح هذه القناة الاتصال ننفتح على كل جهة الدولة نبدأ مرحلة جديدة من التعاون ولازم برضه احنا بنتعامل مع الدولة نتعامل بمنطقية الوين وين ستويش احنا مش في حلبة مصارعة مين هيغلب التاني رست ومين هياخد التاني لمس أكتاك لا مصلحة البلد عوزقين في البلد ليها توجهات وليها سياسات وستراتيجيات أوكي وفي نفس الوقت النقابة والمهنة لها مطالب وطموح وأمال ولازم نوصل إن إحنا اتنين في مركب واحد وإحنا الاتنين لينا مصلحة وهدف واحد وهو مصلحة الطبيب البطري والصارة الحيوانية والدولة محنش في صراع مش مين يكسب الجولة ألا كسبت الجولة من الهيئة ولا كسبتها من الوزارة ولا من الدولة لا أطلق حيث النهاية في مركب واحد يهمنا المصلحة العامة تمشي في الأخير وأسلوب الحواء هو نفسه دكتور محمد وهو أسلوب الحواء الأهم من عدالة القضية كيفية عرض القضية يعني ممكن شخص يكون عنده حق لكن ممكن بيضيع حقه مثلا في إنه فنفرج مثلا اتنين جرانة خمقه مع بعض ممكن صاحب الحق يضيع حقه نتيجة إنه هو صوته عالي شوية اتخانق شوية شتم الطرف الآخر المعتدي عليه يعني هو صاحب حق وضيع حقه نتيجة نيجي نقعد مثلا قعدة كده نتفق مثلا ونشوف مين الغلطان هنلاقيه ضيع حقه من عرش نديله حقه اللي هو بتاعه نتيجة سوء تصرفه أو سوء عرضه للقضية اللي هو بيتكلم عليه فالأهم من عدالة القضية كيفية عرضها كيفية بناءها على أسس علمية منهجية قليات معينة تضحط أي مشكلة لازم نطلع في جزورها أسبابها إيه عزا نحلها لازم نقصص لها الأول وبالتالي بقى حقا قد تعرفنا أسبابها نقول والله أسبابها واحدين ثلاثة ولما نعرض برضو منقولش أنا عندي المشكلة لأ أنا عندي المشكلة وعندي اقتراحات لحلول هذه المشكلة بحيث برضو متخز القرار أسهله الموضوع إنه ما يقاش طب أنا أعمل إيه طب إنتوا عايزين إيه وأطراف أخرى تخش في الحوار فتفسده لأ والله المشكلة هي وإحنا نقترح واحد اتنين ثلاثة بحيث إنه المتخز القرار برضو يقدر ياخد القرار وهو مستريح وهو حاسس إنه هو إحنا زي نقوله في وين وين ستوش كل الأطراف كسبان هي دي الأساس ويتاخد ملف ملف دولة محمد ملف 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 هتبقى الأمور بالتوازي برضو لكن هيبقى فيه هنركز في أولوية لكن مش هنمسك في حاجة واحدة بس ونستنى أنها تخلص ما ممكن الحاجة دي تعتل لكن هنكمل في اللي بعدها وفي اللي بعدها بس بنافس المنهجية دي ده اللي أنا أمله بإذن الله سواء مع سيسات النقيم الدكتور خالد أو مع الـ 24 زميل في النقابة العامة وطبعا نقابات الفرعية نقابات الفرعية جزء أساسي مكمل لنا وبتعمل زخم كتير أثناء ما إحنا بنتفاوت في أي شيء المهنة يعني ممكن نخطبس جملة سيد الرئيس إن المصريين لم يجدوا من يحنوا عليهم أطباء البطاريين برضو للأسف لم يجدوا من يحنوا عليهم في خلال السنين اللي فاتت المهنة تقريبا إحنا من المهنة اللي قوي اللي ما طلعناش في مطالب فقاوية منذ 2011 لغاية النهارة ما عملناش أي مظاهرات ما عملناش أي إضرابات وبنشتغل في صمت وبنعمل مجهود في صمت سواء من قبل حتى كده من أيام انفلانزة الطيور مرورا بالحماقلعية مرورا بالرجان التحصين للشبه إسبوعية وشهرية مع الزملاء مع العجز العديد اللي موجود ومع ذلك الناس بتشتغل وبتقدي دورها وفي صمت ده دليل على الحب والانتماء بزفت للبلد ونحن شايفين مصلحة البلد لكن هذا الأداء برضو محتاج من يحن عليه بزفت لازم برضو نظرة أخرى شوية حقوق شوية حقوق ناخد حقوق وأمال وطموحات مش لشيء هي مش مطالب فقاوية لكن هي لعادة الهيكلة بشكل جيد وعشان برضو الطبيب يطري هو بيشتغل يشتغل كويس ما في عشان الطبيب في وحدة لوحدها وفي بعض الأطباء بيشرفه على وحدتين في نفس الوقت يبه هو كل حاجة في الوحدة يبه هو بيوصل على نقطة الزبيح الصبح ويرجع لوحدته وتيجي اللجنة بتاعة الحملة القوامية للتحصين يطلع في اللجنة بتاعة التحصين معهوش هيئة معاونة كعمال أو إداريين فهو بنا ومناول هو اللي بيقطع الإصال وفي الآخر مؤفتابه لا يقاون مع المجود اللي بيعملو بزرق يعني حضرتك لو جيتها جزها كنسبة وتناسب على المؤتب ده مثلا مفوض يدف عشرة بدل ألف لا ده عشرة تلاف مفوض الصح يعني وبرضو دي لها حلول يعني برضو مش هنعرضها للدولة نقول إحنا عايزين نزود الداخل لهذا الطويب لكن برضو هنعطي حلول الدولة كيفية إن إحنا نزود وفي نفس الوقت ندخل الداخل للدولة بحيث إنها تساهم فيها الجزء المهمة زي محارب تقول لسه كنا بنكلم على بتشراعات واللواقح إحنا مننا شغالة باللواقح وقوانين بعضها مرة عليه خمسين سنة وبعضها الآخر مرة عليه سبعين سنة وأكتر فبالتالي ما عادش إيه يعني بقت أولد فاشن ما ينفعش إن إحنا نشتغل بالنفس اللواقح لقوانين في عشرين وعشرين وانت طالب أبسطها خالص لما نرجي حتى نتكلم على القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطبيب بطري نفسه اللي صدره من منتصف الخمسينات لا تصلح بكل حال من الأحوال دلوقتي مع التطور اللي موجود مع التطور العلمي مع مجالات العمل الكتيرة للطبيب بطري في مختلف المجالات مع وجوده خلاء مهنة من كل حد بنوصوا سواء كانوا مهنيين أو غير مهنيين في بعض الأحيان الكثير وما فيش عقوبات رضيع عليه نتيجة إن القانون نفسه زمان كان كتر والعقوبات اللي كانت موجودة دي كانت زمان رضيع يوم ما أقول مثلا غرامة خمسين جنيه ولا ميت جنيه ولا كام كانت أيامها رقم لكن جرامة الدهب كان كام أيامها وجرامة الدهب كام النهار وبالتالي العقوبات محتاجة تبقى رضيع أكثر هو فيه سواء حتى دكتور محمد فيه فعلا قوانين كنا اشتغلنا عليها في وجود النقاب الأديمي زي قانون الطب البطري واخد جلسات كتير جدا بين الهيئة والوزارة والجامعة والنقابة وحليم مخطوط بالضبط وحليم موجود فده لازم يتضغط عليه لازم يصدق قانون الطب البطري وقام اتنين برضه ويسوي في نفس الأهمية قانون مزولة المهنة وده موجود برضه وتعمل هذه الشغل جامد وجلسات وأعداد قانون النقابة نفسه وليحته التنفيذية نفسه اللي صدر ساعة 69 وكان قابليه القانون اللي قاله ساعة 49 كانش اتغير كتير يعني مجرد إضافات للاتحاد الاشتراكي وبعض الحاجات اللي زي كده لكن في كلها القانونين سواء بتاع 49 او 69 لا مر عليه فترة زمنية طويلة ومعادش مناسب تماما لأطباء بيطارين مصر حاليا اللي مقايد منهم في النقابة ما يقرب من 73 ألف طبيب بطاري وفيه في حسب تقديرات الشخصية عشرين او خمسة عشرين ألف لم يتم مقدهم حتى الآن من الخرجين الجداد فلأ احنا بمهنة قوانون مئة ألف طبيب بطاري محتاجة قوانين جديدة سواء في ما يخص النقابة وتشكيلاتها وقاليات الانتخاب وحضر لك ان احنا الزمنة نزلوا بالكسافة دي ومع ذلك فيه زمنة بيقولك غيرونا يا جماعة في القاليات الانتخابش تبقى أسهل زودونا مقارات ما تبقاش في العاصمة بس تبقى ممكن أكتر مما كان في الجمهورية في كل ده محتاج تغيير الأول في القانون والليحة لأنه هو ألزمني بشكل انتخابي معاين فلازم أغيره في بعض الزمنة كانت بيقولك يا ريتل شوفنا حاجة أونلاين بووتينج بس برضو لازم أغير لأن القانون ألزم تصويت في المقار في القاهرة وفي المقارات الفرعية بالمحافظات ففيه أهلية معاينة لازم الأول عدلها عشان أسهل إجراءات كتير وكي من أولويات حضرتك يعني أنا عايفت بس أنا بوضو اللي هي نظرة أنا والزمل لك طبعا تيم وورك ده أساسي بوضو اللي هي نظرة في الموضوع ده شوية حضرتك قولت طبعا يعني من الأولويات بوضو إن لازم علاقتنا مع السلطات التنفيذية ولازم النصابة الده في نفس الوقت بوضو علاقتنا مع باقي النقابات المهنية وخبار حضرتك وإهمهم حاليا لحضرتك أنت دهوقت تتجه نحية القوانين واللوائح عاوز علاقة يعني شديدة جدا وآخذ مشروط ما يقابه من استشاره نقابة المحامين نقابة المحامين كرمز واخبالك للانتظام والقوانين ومعليش الانضباط واخبال حضرتك فممكن حضرتك دكتور محمد سيف مع دكتور خالد سليم لقاء مع نقيب المحامين ناخد شوية من استشارته أنا شايف سواحة فيه ضعف من ناحية القانونية بالصبت آه يعني حضرتك وهو مش هتأخه يعني عرفوا أنه هو معطاء وبيعود وكمان إحنا نقابة وكناقيب هيستقبلكو وهتعود مع حضرتك ودكتور خالد بحيث أن إحنا نوصل باللوائح الداخلية بتاعتنا إلى أعلى مستوى نوصل بالنقابة بتاعتنا إلى أعلى انضباط وخبال حضرتك فدي برضو فرصة أن إحنا لازم علاقتنا بنقابة المحامين النقابة الزراعيين النقابات المهنية اللي هي إيه تقدر إن إحنا نعمل معها تعاون لإن إحنا زي ما أحضرتك قلت كان فيه شبه انغلاق فلازم يبقى فيه انفتاح انفتاح مع النقابات الأخرى وانفتاح مع السلطة التنفيذية نجاح في مهنته هنطبقها عندي بل الظلطة احنا مش هنخترع العجلة والموضوع يعني ما هوش يعني كيمياء معقدة جدا أو رياضة بحتة لا فيه أمثلة نجاح في حاجات كثيرة فيه نقابات مثلا إدرت أنها تنظم مهنتها وتمنع دخلاء المهنة بخطوات معادة هنستفيد من هذه التجارات فيه نقابات أخرى اكتهدت جدا فيما يخص زيادة الموارد وزيادة الميزانية الخاصة بها بما يخدم أعضاءها نستفيد منها فيه نقابات أخرى استفادت فيما يخص الجانب الصحي والاجتماعي والأعضاء هنستفيد من التجربة لازم ننفتح على الكل سوائقة نقابات سوائقة مؤسسات مختلفة حتى في الحياة الحزبية لازم ننفتح برضه على البرلمان ومجلس الشيوخ لإن إحنا محتاجين فترة دي جدا لإن عشان نعدل يبقى لازم يكون لنا ظهير سياسي وبرضه هنهتم جدا في الفترة اللي جاية للزملاء اللي هيكون لهم نصيف إنهم ما يخشوا مجلس النواب هننزلوا معاهم وندعمهم لأن دولة هيبقوا الظاهير بتاعنا بإذن الله الفترة اللي جاية وبدعوا كل من هو صاحب ثقل في منطقته الجغرافية من الزملاء الأطباء البطاريين إنه ينزل وتقدم الصفوف إنه ينزل مرشح في الانتخابات مجلس النواب القادم وهننزل كلنا وراءه ندعيله وهنشوف الزملاء اللي في كل قرية لأن الطبيب البطاري يتخشوا كل بيت يعني أحسن فرض يعمل دعاية للانتخابية لأي حضو بجلس نيابي هو طبيب البطاري لأنه عارف الحج إبراهيم ومراته اسمها إيه وابنته اسمها إيه وعنده كم فرخة وكم سروحة عارف كل حاجة عارف تفاصيل دي كلها وبيدخل البيوت كلها يعني الوحيد اللي يقدر يخش كل البيوت فمحتاج من أطباء البطاريين برضو اللي شايف في نفسه القدرة وثقة للمجتمعي في مركزه وفي قريته وفي محافظته ينزل وتقدم استصفوك وجود حضراتكم جوه وحمد الله احنا في مجلس الشيوخ برضو لأنه نصيب الحمد لله لبعض الزمل هنجحوا الشوائية طبعا طبعا اتنين أطباء بيتوين دخلوا في مجلس الشيوخ فإحنا محتاجين ده يتكرر بقى في مجلس النواب ثم بعد ذلك في المحليات لازم يكون لنا تواجد لأنه ده هيساهل كتير أمور علينا حتى في المحليات الزمل اللي يكونوا في المحليات في مجلس محلي محافظة وقرية ومركز دول هيساعدوا النقابة الفرعية هيكونوا هم برضو ظهير يساعد أحد زميل في عنده مشكلة ما هو مش النقابة بس اللي هتشتغل عندي لامسال في محافظ دمياط بزبط فوجود الأشخاص دولس في الأماكن دي هيسبب زخم كتير جدا للمهنة وهيساعدنا كتير في الفترة اللي جاية في الأربع سنين الجاية هي تاني نقطة دكتور برضو أحب نلك عليها يعني نظر عامة لأطباء البيتوين يمكن نوصلوا سبعين ألف مقيد اه مقيد الناحية اللي هو العمل وسوق العمل الفرعس قليلة أنا كان لها نظرة لسه يمكن حتى كتب على الفيس اللي هي المشروعات يعني السبيل الوحيد دلوقتي يعني نكون نعتمد على تعيين حكومة عين مية عين متين خمس ومية ألف لا تذكر بحيث ان احنا قدامنا طريق تاني خالص اللي هو المشروعات ويمكن دلوقتي مشروع البتلو حاسن هو يعني مفهوش قوة شوية حاسن طبيب بيتره هو اللي هيديله قوة بس برضو عاوز تعاون بين حضرية القرنقابة وبين وزارة الزراعة ان هي وزارة الزراعة توفر لنا تدي للخريج تدي للناس اللي هي الأطباء البتلوين اللي ما تعينوش أرض وليكن كل واحد خمس تلاف فدان يبتدي ان هو يعمل عليها مزرعة عجول البتلو دي وخبرة الحاجة لو ألف طبيب بيتره عنده قدرة بان هو يعمل المشروع ده وخبرة الحاجة تحت برضو رعاية الدولة وخبرة الحاجة يبقى عندنا أكل حاجة عاشر وتلاف مزرعة فهيحصل طبعا ازدهاو في الصور الحيواني وإيه حالك في النقطة دي ويعني بوضو إيه حلول سويعة حول النقابة المهنية اختراعتها البشرية أولا لتنظيم واحتكار المهنة أولا وضع الشروط لممارستها وإيجاد فرص عمل لمنتسبية فده أساس بعد كده بقى يأتي بقى جزئية التعليم والتدريب والتطوير والملاء المالية والصحية والاجتماعية للأفراد لكن في الأساس هي خاصة بالمهنة ومزاولة المهنة ده 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 أهم حاجة في النقابة المهنية فطبعا بيشمل بقى كل مجالات المهنة سواء كانت جزئية حكومية ودي نسعى فيها لكن فيه خطة دولة بنسعى فيها مع الدولة فيش مشكلة بيها خاصة برضو لازم زي بقول لحدك العرض الجيد للمشكلة يعني احنا العرض مش نقول ان احنا عندنا عايزين نعين عشان لمجرد ان هذا تعيين حق للناس لأ هابنعين لأسباب كتير تخص الدولة قبل ما تخص الطبيب بطري عندك عجز موجود واضح عندك أطباء طلعوا معاش وطلعوا وغفيات عندك صروحة وانية موجودة عندك أماكن بيشيلها أكتر يعني أكتر من مكان طبيب بطري واحد وبالتالي طبيعي مش هيكون أداءه 100% وعشان عجل حزبه يبقى لازم أخصص له الحتة اللي بيعملها وعشان أخصص له ده يبقى الأماكن العجز لازم أملاها بقى أشخاص أخرين فيعني السعي في الجزء الحكومي ده أساسي أو في حل تاني يا دكتور في السعي في الجزء الحكومي ده اللي هي الشركات الخاصة الوسيطة زي ما تعمل في السعودية وهنا وهنا يعني لو أنت خلاص ما فيش تعيين وانت هتسيب النقطة لا ده بند يعني جزء الحكومي نقطة تانية هتسعى فيه تقتل لخطة الدولة بس لازم نعرض على الدولة الموضوع صح نعرضه بأرقام الدولة ما بتحبش الكلام المرسل وأي شخص مسؤول ما حبش الكلام المرسل لازم تديني أرقام صحة تقول لي والله أنا عدد كزا عدد وحداتي كزا عدد مجازري كزا نبدأ نحط الداتا دي والعدد ده هيطلع معاش إمتى وبالتالي ممكن الكيانات دي كلها تفضى في خلال قد إيه فلازم بقى فيه باك أب كل لازم تحط الداتا قدام المسؤول عشان نحط قراره فده جزء هنبدأ نشتغل عليه الأجزاء الأخرى بقى هي زيقوله المهنة الصنعة فعشان تعمل صنعة كويس عشان تدرب طبيب بطر كويس هيبقى فيه برضه انفتاح على كل الكيانات سواء الجامعات المركز البحثية كل من يطلع في الآخر جوهرة اسمها طبيب بطر يتدرب كويس يشتغل بيده عارف يعني إيه طبيب بطر قد يكون بعض الناس بتبقى خايفة مش بشغلة لأنه برضه أفقل جدا بالشق النظري أو في الكلية وبرضه مع ديء الوقت أثناء الدراسة بيجي على الشق العملي فبيطلع عنده الشق العملي قليل جدا لأ احنا محتاجين نزود هذا الشق سواء بتتعامل مع الكليات وبرضه هنعمل هامرينج قوي على جزئية سنة الامتياز عشان الدفعات الجديدة تبقى للشغل الميداني بعد كده أو بعد كده إيجاد فرص العمل الخاص وبرضه طريقة العرض في مجالات كتير احنا للأسف متغيبين عنها نتيجة ان احنا ونعرفش قضيتنا كويس سواء وجود الطبيب بيطري فيما يخص المنشآت السياحية كاملة سواء ما يخص الطبيب بيطري في مشروعات زي اللي حضرتك قلتها مشروعات الانتاجية وجود الطبيب بيطري مشرفا فعليا على المزارع القائمة والمستحدثة وده مش مطبق وده برضه من الحاجات اللي ممكن تطبق بشكل جيد الفترة الجاية مع وجود علاقات جيدة مع كل جهة الدور يعني هي الاساس زي ما اقول لحضرتك ان احنا نفتح علاقات جيدة وقانوات اتصال جيدة مع الدولة بدونها انت مش هضرتك الفكرة برضه ما اقول لحضرتك عليها اللي هي يعني نقطة الحكومة والدرجات الخالية والكلام ده حضرتك كده نقطة المشروعات اوكي فيه نقطة تانية حضرتك بالنسبة للتنظيمية بالنسبة حتى المزارع والمطاعم والحاجات دي فيه في السعودية بتبقى شركات وسيطة بين الحكومة وبين الجهات دي بين مثلا مطاعم يعني مثلا لسي منطقة القاهرة كلها بقى فيه شركة بتيجي بتعتمد مثلا في وزارة الزراع او في عندنا في الهيئة العامة لخدمة البطارية الشركة دي بتبقى مسؤولة عن مطاعم داخل القاهرة الحكومة بتحسب الشركة دي والشركة دي بتعين فيها اطباء بيطارين تكفي المنطقة كلها فدي برضو يعني نقطة المفروض احنا نحطها كخطة لنا واخر بالحضرتك متوازية مع يبقى عندها تلت خطط خطة اللي هو زي ما حدق قلت بالنسبة ليه موضوع درجات الخالية والعجز الحكومي ده حضرتك ماشي فيه النقطة اللي هي التالتة اللي هي نقطة عامل المشروعات والحاجات الخاصة النقطة التانية وهي فكرة جديدة خالص ومعمولة في معظم دول الخاليج والسعودية اللي هي نقطة عمل شركات بيطارية وسيطة كل من حسب تخصصه المزاوع الدواجن يبقى فيه شركات خاصة بالاشراف على مناطق القاهرة للمزاوع الدواجن نشوف التجربة زي اللي سأبقى قلت لحضرتك انه هنشوف التجارب النجاحة في اي مكان والله لو دي تجربة فعلا اثبت نجاحها وموجودة وثابتة وليها اقدام وموجودة خلاص هنشوف التجربة ونعرضها برضه تصال تليفوني تفضل دكتور حسام تفضل دكتور حسام السلام عليكم عليكم السلام عليكم وكاتو انا الدكتور حسام عبد الرحيم خريج 24 الاول اسمح لي اهني دكتور خالد حلم اسليم على منصب النقيب العام ربنا عيني يا رب وفاول ما فيه مصلحة البلد في الاول طبعا تحياتنا لدكتور محمد عفيفي وهو رجل يعني مشهور باعماله النقابية من زمان وساعدنا به ان هو الحمد لله نجاح السنة دي وبيمثل الشريحة الناشطة القوية من جيله داخل النقاب اعتقد ان كلكم تتافقوا معي ان فيه ملفات هامة جدا اه تهم الدولة تهم الاقتصاد وتهم الطبيب البطاري ومن اولها الباراميديكس ده كاتر البطاريين في مصر بيشتكوا بشكوى كبيرة جدا من تدخل الباراميديكس في شغلهم والحقيقة ده حققهم طبعا في المقام الاول النقطة اللي خافية عن الناس ان الباراميديكس دول بيخسروا الدولة ملايين سنويا بتدخلهم في العلاج للحيوانات لان الفلاح اللي بتموت له جموسة مش هو اللي فقد لواحده اتناشر او طلعتاشر الف جنيه تمام الجموسة او البقرة لا ده اقتصاد الدولة نفسه فقد هذا المبلغ ايس بقى كم الحيوانات اللي بتنفق سنويا نتيجة تدخل غير المختصين في العلاج البطاري والادوية البطارية وحطت التقاحت غير المختصين دي الف خط لانهم ما ممكن يبقوا نفسه كتير قوي من مهن تانية حتى بيقحموا نفسهم في علاج الحيوان وده بيخسر الدولة ملايين الملايين سنويا ده غير طبعا ان هو بيضيع حق الدكتور البطاري في مهنته حضراتكم فيه دول قريبة جدا مننا جغرافيا انتاجها الحيواني لا يتعدى واحد في المية من الانتاج الحيواني المصري وعندهم قوانين صارمة صارمة وبتطبق بحذافرها وما فيش تهون فيها في تدخل غير الاطباء البيطاريين في الانتاج الحيواني وافتصل لحفظ والغرمات بتوصل لخمسين الف عملة من العملة بتاعت الدول زبطة مع صيدليات بشري جنبها ان هما بيجيبوا اللقاحات والامصال والعميل ياخد اللقاح او المصري من الصيدلي البشري يدخل به للإدارة البطارية حضرتك والإدارة البطارية تحقينه للحيوان بتاعه في مقابل ان هو بيدفع كشف 30 دين هل دا يعقل لطبق البطاريين نفسهم هما اللي بيساعدوا فئات ومهن اخرى ان هما يتاجروا في الامصال ولقاحات يعني حتى مش في ادوية عادية مش ازاز الجينتا مايسن مثلا ولا حاجة لأ دا انت بتكلم في امصال ولقاحات طب الصيدليات دي جابت الامصال واللقاحات منين عشان كان دكتور احنا في نقطة يمكن سواء مع دكتور محمد اللي هي انشاء التفتيش البطري اللي هو موازل التفتيش الصيدلي ودي حاجة ان شاء الله يعني بالعلاقة مع الجهات التنفيذية هتتعامل عن طريق النقابة هيبقى فيه التفتيش البطري الدوائي واخبار حضرتك ان شاء الله دي من ضمن النقط بالنسبة للنقط اللي حالي قلتها تاني اللي هي القوانين فاحنا لقى الساعة بودوا متكلمين مع دكتور محمد اللي هو تغيير اللي واقع هو القوانين وفي نفس الوقت هناخد خبرة نقابة المحامين هنقاب مع السيد ناكيب المحامين بحيث ان هي تبقى فعلا حاجات تنفيذ يعني انا شايف ان بودوا النقابة عندنا قبل اطباء البيترين طول الفترة اللي فاتت الشؤون الكرونية والنحية الكرونية فيها ضعيفة فان شاء الله بتولي دكتور خالد سليم ودكتور محمد سيف ويهيه بالاستعانة بخبارات نقابة المحامين والسيد النقيب المحامين ان شاء الله في حاجة هتطلع يعني هقول حاجة ايه يعني حاجة هتبقى قوية لدرجة ان كل المشاكل الحاجة بتقول هذه هتتحل ان شاء الله لا لا بالعكس ده 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 هم هيخضوه في قطوات سريعة انا بتكلم على النهاردة لما يبقى زمائلنا في ادارة بطارية بيسمحوا بان حاجة زي دي بتحصل يبقى ازاي الناس النقابيين اللي زي حضراتكم هيقدر يقوموا هذه الموجات من المخالفات ازا كان الطبيب البطري نفسه بيساعد غير المهنيين فان هما يتدخلوا في عملهم يعني ازاي لازم احنا نبدأ من نفسنا بي ما هي بقى دكتور اللي هو بوده من ضمن الحاجات اللي هنقولها اللي هي لائحة التقديب ودي بوده ما كانتش مستخدمة خالص في النقابة ودي ممكن دكتور خالد خد يعني لسه احنا بدقين وخد فيها واح مش عايف للجهات العليا واح هنا وواح هنا بحيث ان هو يطبق اللائحة التقديبية ودي نقطة ان لازم في كل مكان السواب والعقاب واخد بالحالة عشان خاطر تنظم المهنة مش عايز اخد من نقطة حضرات كتير ونضي النقطة دي اكتر من وقتها في نقطة نانية اهم طبعا تدريب الكوادر البطارية والتعليم على احدث حاجة موجودة في العالم احنا متأخرين في التطبيق مش في العلم العلم البطاري في مصر رائع وكويس جدا لكن للأسف احنا ما بنتبقشي القصص والاساليب الحديثة في المهنة لابد من ان النقاب مع الهيئة يتعاونوا في وضع كرصات تدريبية حديثة لو سمحتوا بلاش نظام المحسوبيات وان انا بجامل الاستاذ فلاني وبجامل الدكتور الفلاني والاستشاري الفلاني فلبل نملوا شوية ناس من المدرية وادفع للراجل ده فلوس عشاء قطر يديهم كلمتين عفى عليهم الزمن من 70-80 سنة الناس كلها حوالينا بتتطور تطور كبير جدا في الطب البطاري واحنا متأخرين لابد من ان النقابة يا دكتور محمد لو سمحت اكتب النوتس دي النقابة مع الهيئة يتعاونوا في تدريب كوادر بالطرق العلمية الحديثة لو سمحتوا بلاش المناهج اللي بقالنا 50-60-70 سنة بندرس فيها وهي عفى عليها الزمن انا اتعلمت طب الحيوانات الاليفة في انجلترا لان كانت في مصر سنة 4 فاندي محدش بيدي طب حيوانات الاليفة كان اخرنا بندرس السكيلتون بتاع الدوج والكات في الاناتومي في سنة أولى وتانية بس ما نعرفش اي حاجة عن امراضهم ولا جراحتهم ولا اي حاجة احنا بنشكرك يا دكتور حسام بس عشان الوقت هي رسالة حضرتك وصلت طبعا التطوير ده نقطة مهمة جدا والنقابة واخدى فيه اتجاه وقلنا برضو من ضمن النقطة اللي حضرتها هي نقطة التعاون الفترة اللي فاتت ما كانش فيه تعاون بين النقابة وجهات تنفيذية وده اللي حاجة بتقوله في مجال التدريب وفي جميع المجالات سواء مجال التدريب او مجال حقوق لطباء البيطاريين وده ان شاء الله يمكن يعني بدقائية مباشرة مع دكتور خالد سليم ودكتور محمد سيف وباقي الاعضاء كلهم طبعا كمجموعة عمل ان شاء الله مع بعض شكرا دكتور حسان ويمكن تقول حسان اصار فعلا موضوعات غاية في الاهمية سواء جزئية دخلاء المهنة يعني ممكن انا محبش التسمية بتاعت البراميديكس دي لانهم للاسف حتى مش براميديكس براميديكس دي مرتبة عالية قوي للي موجود حاليا براميديكس ده مفروضة شخص على فكرة له شهادة برضو باخد شهادة وتعلم واخد مسلا سنتين تدريب لكن هو مفيش يعني حتى كلمة براميديكس دي اكبر منهم فهو يعني هما منتح لصفة ودخلاء مهنة فدي في حد ذاتها اللي نبني عليها حتى في تغليز العقوبات بتاعتهم يعني ما ينفعش في الاخر تبقى الموضوع كله خمسين جنيه وهيرميها وهيفتح المكان تاني الصبح لكن لازم بقى فيه مصادرة للأدوية اللي موجودة عنده لازم بقى فيه فعلا تغليز عقوبة الحبس اللي هي اقصها دلوقتي ثلاث شهور ومع الاستئناف بتروح والاخر بتفضل الغرام لا الامور لازم تتطور هو لو حس ان فيه عقاب خلاص هيقولك ان اشوفي شغلانة تانية انا ايه اللي هيشغلني الشغلانة اللي كلها مشاكل دي سواء هايجي ياخدوا مني الدواء بتاعي يتصدروه ولا هايجي يحبسوني ولا 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 لا بناقصه فمع الوقت الامور هتنضبط لان هيبقى فيه حاجة راضعة للتطبيق جزئة بتاعت التدريب دي اساسية ده نسه كنتيقول لحضرتك فيه هو ما بين الخريج اللي طالع وسوق العمل لان الحجم الدراسة الكبير اللي بيبقى مكدسة في خلال خمس سنوات بتحط عوائق كتيرة ان الطالب ده يتعلم شغل براكتيكال كويس بيده بشكل جيد اه هو المادة العميزة ما هو بتاعنا نقال ممتازة جدا لكن ضيق الوقت ما بتدولوش هزي المساحة فلازم يتم تفعيل سنة امتياز موضوع معلش محترامي كانت التسعينات تلغى لست وشهور بجوع الامتياز نتيجة رغبت الناس انها تخش الجيش بسرعة وكان فيه تعينات اياميها فتلحق تتعين طب انت ده وقت ما فيش تعيين اتعلم بقى كويس عشان تطلع تشتغل كويس عشان تلاقي فرصة اتعامل كويسة لكن انت طالع ما خدتش تعليم كويس تدريبي الشق التدريبي التطبيقي اللي انت تعلمته انت خدت مادة علمية جيدة جدا بل ممتازة جدا لكن التطبيق ما خدتوش في طلبة او خرجيب يقولك ان انا ما مدتش ايدي مثلا انا اشتغلت تناسليات خالص بعد ما اتخرجوا ما عارفوش حاجات كتيرة وفي ناس اطلقته بيبقى قدامهم فوصة بيبقى قدامهم فوصة لغاية لو ما بيخش سنة الامتياز ويبدأ بمعنى البلدي الحرفي كده يتبهدل ويتمرمط في قسم النساء شوية وفي قسم البطنة شوية وفي الاطفال شوية ويشوف بعينه حالات ويشوف الدكتور الكبير بيتعامل معاها ازاي هو هيتعلم كده مش هيتعلم من الكتاب خالص لكن التعليم في مكان العمل في النواة ينزل ويتدرب ويشوف الوضع في ايه تديم الحاجات المهمة جيد التدريب وان احنا نغير بقى الثقافة العلاج بالاعراض والعلاج بالتشخيص العيني لا الامور لازم تطور لازم يبقى فيه معمل تحاليل بتبعاته لازم يبقى فيها اشياء وده برضو دور النقاب بمعنى ايه النقابة برضو كانت من ضمن الحاجات المتغافلة عنها في فترات السنوات طويلة الطالب هو لسه في الكلية لازم النقابة في فترة الجاية انها تكون متواجدة جوة لكلين انها على اقل يبقى ليها يوم او يومين في السنة توعية يعني ايه نقاو يعني ايه مهنة ايه مجالات العمل اللي انت هتتخرج هتلاقيها طب عايزت في المجال ده تشتغل فيه طب ايه المطلوب منه ايه اللي انا ابني عليه خبرات او الاساس العلمي اللي انا اشتغل عليه عشان الاقي فرصة عامل لسلا في الفئة الانيمال زي ما الدكتور ايه انا عايز اشتغل في الدواجن اه طب ايه اللي عمله طب ايه المتاح هو بيطلعب هو مش عارف حاجة ايه المتاح حواليه فلازم ده دور النقابة بقى يعني التعليم ادى له البيز بتاعه لكن ما بعد التخرج ده بتاعي وحتى اللي فتح ده الكتور محمد اللي فتح واشتغل يعني في لجنة كتلجنة المنشيئات البيطرية كانت كلها هدفة ان انت ايه ترخص عيادتك ولا ترخص لكن انت اتطوع من المكان بتاعه ان انت اتطوع التولز بتاعته ان انت اتبعه يعني مسلا ساي مسلا عندي ساي عشرة تلاف عيادة بيطوية على مستوى الجمال ازاي العشرة تلاف عيادة دول اوصلوهم ويبقى معايا داتا بيهم وازاي اخلي كل دكتور فيهم ويطوعو ده برضو عامل من العوامل اللي انت هتقضي بيه على البقى ميديك عندنا برضو حاجات كنز محدش يخل بيوله منهم كتير وخاص بالدكاتر بطريب بس وهو برنامج دعم الطبيب بطري اللي كان اسمه زمان برنامج خاص خاص اللي هو برضو جاء بيهم قصين للخاص خاص ده بما اقول مشروعات بيطرية فقط وللطبيب بطري فقط نظر وفي مجالات خدمية او انتاجية خدمية بقى العيادات مركز بايع الادوية الفندقة البيطرية طلطيح الصناعي المعامل كل ما هو يخص الشغل المهنية والحاجات الانتاجية المزارع بقى نواح ودي حاجة كتير من الشباب وكتير مطالب بطريب مش عارفينها يعني انت فتحت قريدي عيادتك عايز تطورها عايز تجيب جهاز صنار مسلا عايز تجيب تلحق به معمل تشخيصي عشان يساعدك في شغلك مسلا اشتغلت دواجن وعايز تطور شغلك لان ما ينفعش برضو انك تشتغل مجرد تشريح ومقصه عينيك لا دلوقت الامراض كلها متشابهة تفتح وممكن يجي تلات دكاتر على نفس الطائر اللي قدامك كل واحد يقول تشخيصه التلاتة صح وممكن كمان تبقى موجودة فممكن يبقى التلاتة قلمهم صح لكن لما ديجي تشخص معمالين توصل للموضوع صح دلوقت الاطباب بشرين كلهم كده حراج اي بيشنط بيروح طبيب بشري تبقى الاول لست التحاليل اعمل لي تحليل بولنية والتحالية والاشاعة العلمية عشان اقدر اوصل للاكب الدياجنوزيس وبالتالي اقدر اديك علاج يدي نتيجة لكن هنشخص او نعالج بمجرد اعراض ممكن الحالة تفعل يا رمعي يبقى انا برضو صمعيتي هتبقى غلط فتطوير الاداء مهم وتطوير الاداء حتى لو حضرتك لسه شاب في مقتبل العمر مثلا والملاء الماليه عندك مش كدير في حلول اخرى تبدأ تشوفها في حتة لزي كده ممكن التكامل بين اكتر من واحد مع بعض وبرضو في الحالة زي هتبقى تمويلهم افضل واعلى فيطوروا من اداءهم تحط مثلا تلقيح صناعي تحط صناعي تحط عايز تعمل جزء العيادة كشق جراحي محتاج له ادوات محتاج له الاشاعة والحاجة دي كلها هتجيب هتقدر تجيب وتطور اداءك وتطور طريقة تشخيصك وبالتالي اسمك هيبقى مميز ودي طول من التولز اللي انت تقدر بيها تثبت اسمك وتخلي الايد وخلاء مهنة حواليك مع الوقت خلاص يروح بصلا هيجي فين جنبك بقى انت الراجل بتشخص صح عندك ادوات صح عنده غرفة عمليات كويسة معقم شغلك تمام خلاص يبقى انت برضو دي هتحارب الجزء دي مع القوانين يعني مش هنسبها للمجرد الرغبة الطبيب في تطوير نفسه او لا لكن لازم برضو مع القوانين ان احنا نقول والله من يمارس المهنة لوش تلاتها حضرتك من ضمن هذه الاشتراكات انا تقول لا تمام ومن دلوقتي الزملاء اللي مديين ساميهم اللي دخلاء مهنة مع احترامي ما تزعلوش من اللي هيحصل في الاربع سنين الجاية لازم عشان احنا نقول من دلوقتي او لازم الالتزان حضرتك وفق اوضاعك والغي الترخيص اللي حضرتك مديه لشخص بياكل خير مهنتك وفي نفس الوقت بيدرك وبيضر زميلك اللي هو فاتح جنبك فحضرتك ارجوك عندك فترة من دلوقتي يعني هندي برضو فرصة كده مع النفس حضرتك تفكر وتشيل هذا الترخيص اللي محتوط لعم ابراهيم وعم احمد والناس دي كلها حضرتك اشتغل بمهنتك مهنتك فيها خير بدليل ان الناس دي واخد ترخيصك باسمك وبتشتغل به واكيد بيكسبه كويس جدا حضرتك اشتغل بيها انت تعلمت مش عشان تقعد في البيت عشان تشتغل شوانة تانية وتضي الترخيص لحد لكن بعد كده هيبقى في وقفة زي ما اللي كنت نقول في لجانة تقديم ايوة هيبقى في التعليق لترخيص مزورة المهنة ايوة هيبقى في الغاء لترخيص الاماكن دي ايوة مدام حضرتك مش موجود فيها فمعليش ما حد يشعر لان انا بنحيي مهنة وبنحافظ على حضرتك وبنحافظ على زميلك اللي بيشتغلوا متضررين من وجودها الكائنات دي. طبعا. فلا فيعني صح والضمير كده للشباب والزملاء اللي مدينة اسميهم ياريت احنا بدأنا نقابة جديدة بدقين سنة جديدة حضرتك ابدأ معانا عشان تبقى تلتقي الامور ونحط قدنا في قدم بعض. يا في نقطة دي محمد بوضو يعني الناس الزميلة بيسألوا فيها. طبعا النقابة لسه بدقة. النقابة فيها اه مجموعة مسلا سي 12-14 قدام وفيها حوالي 8 جديد. اه حضرتك قلت ان شاء الله كله هيشتغل وكله هي انتي. ازاي نوصل لل اربعة وعشرين. اربعة وعشرين صح? مناقيب. اه. خمسة وعشرين. اه. خمسة وعشرين طبيب بطريق داخل نقابة الاطباء البيطاريين. عاوزين نوصل نحنا نستفيد من الخمسة وعشرين طبيب بطريق دول. ان هما ينتجوا. ان هما يشتغلوا كلهم. ان هما كلهم يقدموا خدمات الاطباء البيطاريين. ازاي حضرتك? نوصل للنقطة دي. نوصل ان احنا نحس بالخمسة وعشرين واحد. ان يبقى هدف التراويزة كلها اللي بوجودة اه طبيب بطريق. ده الاهم. ويعني اللي هيبقى هدفه ده هيشتغل. اللي مش هدفه كده هيفضل احد. وفي النهاية احنا كلها سنة ونص التانيين وفيه تجديد نصفي. فلازم برضو الكل يقدم السي بي بتاعته اطباء بطريق. وخلاص الموضوع بقى خلاص. ده الناس بتنزل بكسافة. النهاردة عشر تلاف زل حر. ودرجة حرارة عالية. وكورونا. وتأجيلات واحباطات. فما بنا كمان تجديد الجاهب والعدد كان. تمام. خلاص. الطبيب البطري فيه صحوة. محدش هيرحم حد بعد كده. الناس لازم تشتغل. ودي فرصة لان الكل يبدأ صفحة جديدة مع اطباء البطاريين. ونبدأ نشتغل كلنا لصريح الطبيب البطاري. سؤال تاني سريع بوضع عشان وقتنا. يعني برضو دي من ضمن الاسعيلة المتدولة يعني للأطباء البطاريين. اه الشركات اللي بيشف عليها الاتحاد. او الشركات اللي تابع الاتحاد. الشركات اللي تابع نقابة الأطباء البطاريين. اه هل هيبقى فيه فرصة ان هي زي ما دكتور خالد قال. وزي ما في البرنامج لانتخاب المعظم الناس. ان الشركات دي هتتعرض على اه الأطباء البطاريين بقى. وهيبقى فيه اعلان عنها. وهيبقى فيه الاصلح هو اللي يمسك عشان خاطر الشركات دي شهدت الفترة اللي فاتت اه خسارات و و ساركات و اه تعديات و مخالفات. فهل هيبقى فيه فعلا اه اعلان او اه ما شابهه. بحيث ان احنا نوصل للمشاريع بتاعت الاتحاد دي. بتاعت نقابل الأطباء البطاريين سواء مشروع او شركة او 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 ان هو يمسكه حد متخصص و يبتدي يتحاسب و يعلى به و يبقى بيكسب مو ما يخصاش. هو بس انا هتحفظ على كلمة واحدة قلتها في السياق الجميل ده كله و هيكلمة ساريقات لان دي اللي حددها مش انا ولا حضرتك ده في الاخر النائب العام و المحكمة. لكن. او خسارات. هل فيه سوق ادارة? او او. فيه. كان فيه سوق ادارة واضح. هل كان فيه اهدار بشع في الاموال? ايوة كان فيه اهدار بشع في الاموال. لسبب يعني انا مثلا حاصل على اعلى اصوات في في اخر انتخابة. هل ده معناه ثق كده او شيك على بياض? ده انا اكتر واحد بافهم في الدنيا. لأ. الناخبين وضعوا ثقاتهم فيها باعلى اصوات لانه شايفين ان هذا الرجل قد يكون اه اه جايد في اذاؤه النقابي. لكن ده مش معناه ان انا بافهم كل حاجة في السر الحوانية وبافهم كل حاجة في التصنيع الدوائي وبافهم كل حاجة. اطلقت. وبالتالي اللي موجود جواه مجلس النقابة اه هو بيدير المشهد. لكن عشان تحط بقى شخص جزء التكنيكا للفني لشركة لشركة معينة فلانت لازل تجيب المتخصص فيها. اللي هو مش بالضرورة يكون واحد من الاربعة وعشرين او الخمسة وعشرين الموجودين. فا اه يعني ده التوجه ولكن قليات بقى عمل ده ايه? فهو يعني انا انا لست عضو في الاتحاد حتى زي اللحظة فانا مقدرش ان انا اقول هيتم كذب. اللي هيبقوا موجودين في الاتحاد اي ان كان اسميهم هيعرضوا هزي الرؤية. طبعا واحد منهم اكيد طبعا بدون النظر يعني النتيجة تشكيل هيئة المكتب هو النقيق. لان بحكم القانون هو نائب رئيس للتحاد. وهو عنده هذا التوجه. ان 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 اه اه كل هزي الكيانات تتم من خلال اعلان يتقدم له ذوي الخبرة والكفاءة في المجال ده. حاجة لها تصنيع دوائي يتقدم الناس الخبرة في هذا المجال. ويقدموا بروبوزل. ايه يشوفوا اكشن بلانت رايته هعمل ايه? والله انا والله هعمل واحد اتنين تلاتة وفخلال ستة شهور هعمل كزا في خلال ستة انا هعمل كزا وبالتالي حزب. لما يبقى المرشح الناجح عضو مجلس النقابة هو اللي بيدير المنظومة دي. ولو فشل فيها هيبرر فشله. عشان ما يبقاش فاشل نقابية. لكن لو انا مجرد باشرف عليه. وهو انا جاي بواحد عندي موظف. اقدر احزبه. حزبه حزبه. بل بالعكس هرجع لجميع العموية بتاعتي اقول لهم يا جماعة احنا جبنا في اكس ده والكس فشل. لكن مش انا اللي فشلت. هقول وانا بكل ارياحية انه فشل. لكن انا لم هبقى انا اللي في النقابة. وانا اللي في نفس المكان ده وفشلت. مش هقدر اقول ان انا فشلت. هبرر فشلي. وهقول لا اصلا هي يعني ماشي يا بوردر لاين. اصلا هي هتنجح. اصلا بنزقي فيها. هوجد اي مبررات. اقولها عشان افضل جيد في الصورة النقابية وبالتالي جيد في الصورة الانتخابية واحصل على قصة الجماهير او السوري اطبقى المطاريب بقى في الانتخابات اللي وراه. لكن مجرد ان انا بشرف عليها. اه لا خلاص انا هاخد قراري وانا مسترعي يا جماعة احنا جبنا كفاءات وعملنا اللي علينا لكن هذا الشخص اه اخفق. احنا هننحيه هنجيب غيره. او هذا الشخص اجاد. ايه اللي محسوب لنا في الموضوع ده? محسوب لنا ان احنا اتخذنا الاسباب للنجاح. ان احنا حطينا اعلان مسلا معين. اخترنا كفاءات بناء على معينة ونجاحات اماكن اخرى خلاص اشتغل. وانتبق. لكن طول ما انت انت اللي بتحكم على نفسك وانت اللي بترقب نفسك. هتطلع نفسك سليم. حتى لو انت ما انت السليم. حتى لو انت بتفشل كل يوم وبتخسر كل يوم. هو طبعا اه يعني الوقت مع حضرتك اه يمتد وعاوزين حلقة كمان ان شاء الله. اه بس بنهاية حلقتنا طبعا اه بنشكر دكتور محمد سيف. عيده مجلس اه النقاب العام لاطباء البيطاريين. ومدير اه المعمل المرجعي اه بجمسها. وفي نفس الوقت بارضو يعني هو اه كان المفروض هينضمنا دكتور خالد سليم بس هو حصلت ظروفه الطريق النهاردة طريق زحمة جدا. وفي اه دوشة فهو مقدرش يتواصل معنا. فان شاء الله حلقة تانية ان شاء الله يبقى معنا. ويكفينا دكتور محمد صراحة يعني يمكن يعني اه جاب الموضوع من اول لغة اخو اه في عجالة يمكن ساعة واحدة لا تكفي. عاوزين ساعة واثنين وثلاثة. فان شاء الله هنكمل في حلقة اخرى حول اه تطوير والنظرة المستقبلية لنقابة الاطباء البيطاريين. اللي هي ان شاء الله عاوزين كل طبيب بيطاري يحس ان فيه نقابة. اه فيه حاجة بتحن عليه زي ما دكتور محمد قال بتحنه عليه. فان شاء الله اه المستقبل احسن. والتطوير قادم في كل المجالات. اه بنشكر دكتور محمد سيف على اللقاء الممتع مع سيادته. على الدعوة الاول ده وانا وشكرك عليها طبعا. الله يخليك اخها اكبر ويمكن دكتور محمد من الاصدقاء يعني اللي انا صراحة بستعين بهم في كل مجال وبيسعيدنا ان احنا نبقى معاه دايما يعني وعلى تواصل معاه. شكرا دكتور محمد. وفي نهاية لقاءنا بنشكر المشاهدين. وان شاء الله حلقة اخرى من برنامج الانسان والحيوان.